أنا فيه وحدا من التعليقات ضحكتني في حieقة الفيديو حقت مارفل إلايونس الموين يوكفة ببداية مهذلنا عيشة عمران أي؟ قالوا واحد راحة هيبة عمران من متى عمران عنده هيبة أصلاً؟ أوكي؟ السلام عليكم ورحمة الله متابعين ومستمعين العزاء عادي عيدكم نتمنى لكم انه كان عيد لحمة سعيد وجميل وإذا ما كان فأهلا وزهلا فيكم في بودكاست العاب 188 نعم 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 لازم ندخلها كده تعود لازم ندخل بودكاست اللي راح كان نشو اسمه فيه أصوات كده طيب معانا من وراء المايك الدبي أهلا وسهلا كيف حالك كيف كان العيد؟ كلت لحمة ولا ما كلت لازم أنا كلت لحمة لازم بروتين زيادة بس انجرة فيلي فيها وفي واحد كان المفروض يحطها على الفحم زيادة شوي صار لنا مقلب وف 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 كان لحمة كيف يهدم شوي على أساس يعني مسوين أمريكان عرف أبغاها رير وبيدي ورير ايه رير ضربت وجاهكم الحق والله جاء مقلوم يا رجل برضو علشان ما ننسى النكد عليك هرد لك يا وحش أنا تابع ثنس ومع أنا طازة من لندن رواح سلح سلاش أهلا وسهلا أهلا كيف حالك كيف العيد في لندن والله حلو الجو كان مره ومتاز نشوف أمطار هذا نفس الجو اللي عندنا يعني احنا أمطار وهو حلو في مكة مكة ايه هذا قصدي الشمس خفيفة اخي الشمس هنا في الرياض تقدريه وستقح تصقعك عارب في لندن كده تقول لك هلا والله كيف حالك وصف غري يمكن عشان الغيوم طيب غيوم وفي مطر وفي أشجار وحركات بس للأسف ما كان في لحظ يعني لحمد الله ايه ساحة كانت لحلة سعيدة ايه الحمد لله استمتع وعادل باجنيد محبوب الجميع اهلا اهلا فيك كيفك حبيبة الحمد لله كيف عيد اللحبة معك ما عرفتك وانت لابس بالشيك بالشيك لازم اصير شيك سالفت اني ألبس اي حاجة قدامي في الدولاب ومضت هذه الايار ولت والله ستايلست عادل خلاص احسنت موضوع دقة لي اهلا فينا كلنا بما فيهم انا يا اخي قلت على راسه بط حزب انا مريح راسي كنت دائما اجيب بلو جينز وبالحيان جنز اسود عشان بس جيب ابيض او اسود وغير كذا بلو جينز تقريبا تسعة وتسعين بالمئة من الوان تضبط معها بضبط خلاص ايه خلاص اكي يا اخي انا غلطتي اروح اشتري شورتة احمر اخ الله 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 اخ الله الله انت غلطتك تكتري شورتك انا انا اصمان طيب اوكي اهلا فيكم في ودكاست الاعب ودكاست فاشن 180 ايش في عادل اوكي هو لازم الجنز الازرق نعم خلاص 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 نعم خلاص نعم الجنزات اللي لبسناها جنزات سجلناها الاسبوع الماضي اوه خلاص اوكي اسبوعين تقريبا بتقريبا اسبوعين بوشو كنت لابس جنز workshop طيب وأخيرا مقدمكم بخليBlue من خلب الشاشة و برضه يا اخ و برضه خل في المايك مافي خلاص شو بقيت نرجع اله لا بيأ ما شو سندلنا استباعا الفاتمان ايو أوكي خلال الاسبوعين اللي راحت في غيباتنا الجميلة نزلنا لكم مقاطع كثيرة على اليوتيوب ومنها نحب نذكركم فيها مارفل ألتميت ألايانس 3 بلاك أوردر بعنوان I am Groot I am Groot I am Groot وكذلك كمنا مسكة خط لولفشتاين يونغ بلود نزلت على جزئين الجزء الثالث كان الفول وتمييس والجزء الرابع مشروع جديد طبعا إذا حابوا تعرفوا وشه المشروع لازم نشوفه مشروع جدا مربح فأنا أقول قبل لا يأخذون الحقوق إلحقوا عليه إلحقوا عليه وكذلك نزل لكم ألعاب Maker رقم 15 بعنوان اكتشاف عظيم وهو فعلا اكتشاف عظيم أنا يوم شفت المقطع مسكت راسي ما كنت هدري إنه شيء هذا يصير أنا بعد مسكت راسي وجه دبي وعمران اللي ها رضيت فعله رضيت فعله دبي رهيبة عمران ما كنت هدري إنه كنت سأخبر دبي ولا أنا ماذا نحرك عليكم زيادة شوفوا المقطع وكذلك نزلنا لكم تقطية حصرية للاعبة Borderland 3 من طريق رواح اللي راح لندن وصحب علينا لو قابل كنت أنا بصحب عليكم طبعا المقطع جربنا فيه شيء جديد نبغاكم تشوفوه في مقطعين مقطع الأول اللي هو بعنوان للتقطية الحصرية للاعبة Borderland 3 بلندن أربع دقائق مقطع سريع وخفيف وبغاكم تشوفوه تعطونا رأيكم فيه عجبكم الطريقة يعني عطونا فيدباك في الفيديو الثاني طبيعي بالضبط الفيديو الثاني كان طبيعي بعنوان برضو Borderland 3 بعنوان مهمة الدب دوب الزهري مع نواف النغموش كي اسمه صح؟ من True Gaming دب دوب دوب الزهري أو نواف لا لا تحية النواف دب دوب الزهري لا لا فيه دوب زهري كذا صغير كيوت كذا عارف بس مين مثل الصوت Ice-T يا الله هذه صايرة شو اسمه حتى فيه فيلم سواء زي كذا مين؟ تيد ارضاه فهذه كانت المقاطع اللي انزلت خلال الأسبوعين راح وكذا نبدأ فقراتنا للبودكاست طبعا قبل ما نبدأ الفقرة الأولى نذكركم بالفقرات بشكل عام عندنا ألعاب لعبناها وشي رح نتكلم عن ألعاب لعبناها وكذلك أخبار ألعاب وأخيرا هاشتاج 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 هاذا هاذه فقراتنا الأولى اللي هي لعبناها راح نتكلم عن أربع لعب أولا وهي انيناكي اش انيناكي اونيناكي اونيcka اونيناكي 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 أوك لنقولها كثير انا نايناكي لا نقولها كثير لعبة هذه طبعا لسه منزل لاdir الأنزل هي من تطوير شو اسمه توكيو R B G فاكتوري اللي هو تبع.. هم اللي يسوي اللعبة فيتبلاز؟ بالاستيجيو اللي تبع.. شل اسمه؟ سكوينينكس راح اسمها ايه نفس.. نفس.. نفس التيم اللي قدم لنا آي آم ستسنا طبعا آي آم ستسنا أنا كنت جداً منبهر فيها أعجبني طريقة الرسم والموسيقى والقصة بس ما قدرت أكمل فيها لأنها كانت جاي أر بي جي هاذي أكشن أر بي جي فأول ما دريت أنها اكشن أر بي جي علىطول حطيتها كذا في الرجار في صنوق نازل دمو يا رجت فنزلت الدمو ولعبتها، اللعبة صراحة جميلة يعني هو نفس اللي يعجبته آي آم ستسنا عجبته الأجواء وعنده مثل المشكة أنه ما يحب مواجبة لفريق جاي أر بي جي يطب على هذه علىطول طبعا الرسومات قريبة إلى حد ما للرسومات آي آم ستسنا الموسيقى are you niceuir موسيقى 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 البعد هذا غالبا يكون فيه ناس اللي هما يعني توهم متوفيين يبغوا يروحوا لل.. موسيقى 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 لا تفتح الموضوع لا تفتح الموضوع فهو طبعا الواتشرز ذولة فهدي شغلتهم في بعض الأرواح لما تموت ما تروح للأفتر لايف أو للنهاية تنشف ذا المكان فتضيع في العالم هذا فهم شغلتهم ان هم ايش يعني تقايد الناس هذولة وبتضابتين وترى يا هذولة روحوا هناك ارحموا مكراح الجحيم مكانك هناك طبعا بطلنا اول ما تبدأ فيه رح يكون شخص جدا يعني ما عنده سلوم أوكي بجيح انت ميت خلاص ما ما في يعني ما عنده التعاطفة والرحمة والحاجة هذي فالمهمة الأولى كانت انه في طفل ضاع بين العالمين هذا ما عرف يعني يوصل للمرحلة الأخيرة أو المنطقة الأخيرة عرفت فانت بدأ تلعب طبعا الماب اللي انت لعبها برضو نوعين يعني الماب انت لما تستكشفها تستكشف الماب اللي هي خلينا نقوله ليفن وورد أو العالم الحي وعالم الأموات حلو فلما تستكشف انت المكان هذا ممكن انت مجرد ما تخش للبعد الثاني طبعا هو ضغطة زر يدخلك على البعد الثاني تبدأ تكتشف ايش الموضوع بيختلف طبعا عليك انت هنا تشوف أموات هناك تشوف أحياء العالم الثاني فيه ميزة وعيب في نفس الوقت انه انت كنت في العالم هذا دائما الدمج اللي يصير يكون كريتكال فانت اذا ضربت احد كريتكال واذا احد ضربك كريتكال فممكن تستخدم العالم هذا مثلا اذا انت مرة متمكن من الموضوع متأكد انك انت ما رح تنلمس فتسوي دمج زيادة على الناس وتسوي ضرر زيادة على الوحوش طبعا حتى الان ما بانت ليش فيه وحوش طبعا دمو كان قصير ما بيّن شي جديد ما بيّن شي كثير فما كان فيه واضح انه ليش فيه وحوش في العالم وليش فيه اشرار وناس يبغيث وحونك فما ادري فالمهم انه يوم خلصت انا وانقصت الطفل اكتشف انه يعني مازال عنده الحنين الام والاب ويبغى يشوفهم فانا رح تخذته وديت البيت وخليت يشوفه هم طبعا ما يشوفه بس هو يشوفه فحصلت لحظة درامية كذا فان شلون وانه انا ضائع وانا ما بغى يعيش لوحدي وانا الوحيد وانا بدروش وانا خلي ولدنا كذا نبغى نلحك بيكترون نفسهم اينا مطلنا طبعا عشان ما يهمه طيب اوكي انزلوا على ركابكم انزلوا على ركابهم فالجرأة والشخصية هذه عدمتني صراحة في الموضوع طبعا في معاك واحدة ثانية اسمها مايوريا او حاجة زي كده صديقة طفولة وبرضو صارت معاك واتشرز وابوها اساسا من العضاء الواتشرز انا ودي يعرف كيف تتخصص في الشي ايه ممكن بعدين لو من العب اللي انا ساكت ايه في في العالم الميت هذا والعالم اللي هو المبين الحياة والموت في طبعا ارواح تجيك اللي هي خلاص ضائعة ما لها نهاية يعني ما تقدر حتى انت ايش توصلها للنهاية مره اساطير يابانية ايه ايه كلها كلام فاضي ايه ماهو على اي اساس الواتشرز يستخدموا الارواح هذه اوكي ويستخدموها كسلاح لهم اه زي الهوسك يدخلها يعني يصير زي البرسونا عندك اعرفت ايه اوكي ايه ايه اعرفت كانت تعطيني سلاح طبعا هي زي البرسونا تضرب معي بس يعني انت برضو المهارة حقتك وتخصصاتك تختلف فكان معي سلاح زي السورد مع كتانة يعني الغمد كان كتانة بس السلاح سورد من دي شلون جاي فكان غريب كانت تعطيني السكل اللي هي الداش اللي هي السكل الحق الاكس وفي طبعا سكل تري كبيرة لها اوكي والمهارة اللي كانوا معطيني اياها زي اللي سوي عرفت ماذا زي الايه زي الداش كده بالسيف ماديش لون اشتراحها اللي يسمعنا الله يعينا المهم انه يمسك السيف وينطلق فيه وينغزل لقدامه بعدين طلعلي انا شو اسمه طبعا يسموهم بوزست او يسموهم دايمن دايمن مو ديمونز لا دايمن ماديش لون تنطق صباح دايمن فدايمن هذا يصير وكي كان هو بوزست ان طبعا عندك فالشاشة عندك اربع شخصيات ممكنك تأخذه طبعا زي ما قلت كل دايمن اوكي يختلف طلعي لو انا قاعد العب في الديمو طلع لي شخص ثاني يعطاني سبير اسلاح حقه كان سبير ايوه رمح وكانت الحقه ان انا يمدينها نط اوكي في اللعبة ما فيها نط بس اذا استخدمت هذا يمديك تنط فكانت ما يستعيي اعطوني اياه كده مع بوس فايت يسوي دمج في الارض فأنت لازم تنط قبل أن يطلع الدمج في هذا فأساس أنه يعلموك من شلون تستخدم الشيء هذا وكذا علي كل واحد له سكل أنت كشخص ما عندك إلا المربع هذا اللي هو تضرب فيه طبعاً من ثلاثة إلى أربع ضربات كامبو بالمربع بلاقي كل سكلات تتكلم أنت من ثلاث سكل دائرة سكل أر ون سكل أر تو سكل أوكي فأي فرقمنا في اللي داية ما عجبني أنه ما فيه كامبوات تقدر سويها بالشخصية نفسها بس كان فيه السكلات هذه يعني فيها توازن الموضوع هذا تعطيك إيش خلينا نقول توسع أكثر في الحركات وما تمل يعني ما تحس أنك أنت ملول في اللعبة وأنك خلاص أنت معلق في الحركات هذه مربع 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 لا عندك السكلات كذلك طول ما أنت تلعب في بار يتعبل للديمن حقك نفسها والشخص اللي أنت لبزيست هذا إذا عبيته من مية يعني إذا صار كذا من مية في المية بإمكانك تفك زي الألتميت أو زي الباور أب ما نقول كذا شيء كذا يعطيك هو زيادة تصير أنت حركاتك أسرع والضرع اللي أنت تسويه أعلى زي الدبل ترقل مثلا بغضب حاجة زي كذا ويقعد يمشي طبعا يختلف برضو من ديمون لديمن طبعا بس يقول لك أنه إذا يعني أنت تعبيه من مية ومعاه لين مية وخمسين إذا وصل مية وخمسين يبدأ يصير عليك إيش تأثير عكسي يعني تصيري أنت إيش مثلا تضرب أقل أو تأكل دمج أكثر يعني لازم استخدمه قبل ما بالضبط فما فهمت إش الفائدة منها طبيعا أنا إذا وصلت مية وعشرة خلاص بأشغلها بس يمكن إذا أنت تبقى تسويه أستاك فما تقدر تسويه أستاك مرة هذه باختصار كانت اللعبة جميلة جدا منبهر فيها طبعا بعدها دخلوني في قصة قعد أدور واستكشف المدينة ما عرفت أن أروح فوقفت بس أنه يعني المبدأ اللي كانت تحتاجه اللي كان مهم بالنسبة لي شفته وجدا جميل جدا رائح أتمنى إذا طبعا اللعبة تنزل تقريبا في 22 أوغسط أو 27 هو يا 22 أو 27 لأنه في الفترة هذه تنزل ألعاب كثيرة بتكون في 22 أوغسط 22 نعم في 22 أتمنى أنها ما تكون مرة طويلة لأنه أحس أن تبقى تخلص وتروحوا للبعد بالضبط من ورانا ورانا كمية ألعاب كثيرة فإذا كانت طويلة أنا محتاجة أحط لها سويلا سكيب كذا وحطها بعدين وقت مصير فاضي سكت يوم أجلوا دستيني الواحد عشرة دتيس مرة مبسطة يعني فأنصحكم فيها اللي يعني تهمها يعني اللي يعجب النظام هذا لا يفوتها اللعبة جدا جميلة وواضح أنها يعني لعبة واعدة بس أي ما قلت أنا أتمنى أنا ما تكون إيش طويلة علشان إيش أقدر ألعابها يعني لو خلنا نقوم من 25 إلى 30 ساعة أنا راضي أتحمس صراحة على اللعبة بعد كلامك يعني لا لا اللعبة رهيبة حتى الشخصيات اللي موجودة حلوة طبعا في شخصيات معاك اللي هي زي ما قلت لك هذا سديقة الطفولة ما أدي إذا بعدين بيتصير تطلع لك شخصيات ممكن تلعب بشخصيات ثانية بس واضح أنه التركيز كله على البرصونة حقتك صح ونسيت أقول أنه الديمنز اللي أنت تأخذهم ما يكون لهم ذاكرة أو ما يتذكرون هم طبعا كانوا بشر برض بطننا شوي نذل معاهم ما يتعرف اللي يتعامل معاهم بأسلوب معذفن حتى مرة يعني تقطق عليه هذيك يوم ساعدتها وذبحت واحش قالت لها شكرا فقال لها ليش تشكرينها هذه ويبن هذه سلاح لنا يعني شغالة عندنا عرفت هي فأسلوب أسلوب أمرة رهيبة عرفت اللي حقير بس بطريقة كذا يعني كوميدية وأنا شوفها كوميدية ممكن أنا أوكي فبعدين من ظن الإسكلات تفتح ذاكرات لها وتفتح يعني شي ذاكرة أو ماضي الخص الوحش أو الديمن هذا أوكي فما أدري يش بيصير بعدها هالممكن كي يطلع القصة يعني أنا أعتقد اللي بيصير فيها تويست أوكي أعتقد واحدة بالشخصيات بيكون فيها تويست يعني أو بيكون فيها حدث جدا مهم مربوط بالقصة لكن تنزل اللعبة ونشوف نشوف ريقي خاصل من الموضوع رواح خلاص هذي كانت وين لاكي وشوفوها نتمنى أنها تعجبكم بعدها عندنا لعبة بوردر لانس 3 هاي من لندن طبعا رحت لندن ولعبت بوردر لانس 3 لعبت أربع خمس ساعات بوردر لانس 3 كانت تدخلونا كذا غرفة صغيرة مو صغيرة غرفة كبيرة مظلمة كمبيوترات كذا تنزل تحت خلاص يجلي يجيني ها تبغى شيء تايت كوك أوكي دايت كوك يجب دايت صودة عشان مرجايس ولا دايت 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 كوك بيبسي أو كوك مشكلة حين الكوك هنا موجود لا بزعب بزعب سمتين متبين على الكاميرا موضح موضح لا لا في كوك يجب دايت بوردر لانس 3 حتى هنا في شيء موضح موضح ايه ايه فلعبت أربع خمس ساعات لعبت كثير من البداية من يوم تبدأ لعبتي لليفل خمسة ستة سبعة لعبت بشخصية فلاك شخصية فلاك هذي أول مرة يورونها للعالم يعني الجيم بلاي حق وإحناك عارفين نسموه عارفين شكله وقدراته فلاك أوك قبل أبدأ بفلاك اللي عجبني في بوردر لانس 3 واختلافها يعني أكبر اختلاف بينها وبين بوردر لانس 2 و 1 هو أنه كل شخصية قدراتها مختلفة عن الثاني بشكل يعني أكبر يعني بوردر لانس 2 عندك 0 كان تضط L1 أو LB يختفي وعندك مايا كانت تسوي الفيز غراسب هذي تطلع يد وتمسك أحد مو طلع يد ساريد تمسك أحد ويتعلقوا في الهواء كورة بس أنه هذا الفرق بينهم هنا لا مثلا عندك فلاك عنده أصلا عنده ثلاث أنواع من الحيوانات اللي يمشون معها ويضربون لحالهم غير LB حقته اللي أصلا هي حركة وفي بوردر لانس 2 مثلا زي ما قلتلك 0 يختفي وهذه حذي حركة الوحيدة لا هنا لا كل شخصية عندها ثلاث حركات كل سكلتري له حركة معينة أي فلاك عنده يقدر يختفي وإذا اختفى اختلافها بين حق 0 وإذا اختفى عنده ثلاث ضربات هذي أكيد بتسوي قبل ليفك الاختفاء حقه حركته الثانية في السكلتري حق اللي متخصص بال Pets تضغط مثلا LB على منطقة معينة وفين ما تأشر البت حقك بيطلع هناك بيسوي كذا زي الانفجار يعور الناس اللي حوله ويطلع البت والبت أصلا يصير Hulk يكبر كذا عارف يصير أقوى زي القلايث اللي كل ما يذبح لا بس مو بأنه كل ما يذبح يصير لا يعني مثلا بت حقك قاد هناك يضرب أحد أنت أضغطه عليك ويطلعه عندك ويكون كبير ويصقع فيك نارية هذه موجودة في الفيديو الأول حق اللي كله ميمز خفاش ناري خفاش ناري ويروح وعنده يقلسوها مرتين قبل لا يرجع الكل دا يطلقهم مرتين عارف فعني هذه الشخصية واحدة عندها ثلاث حركات مختلفة بعدين عندك شخصية زين زين وأمارهما أكثرتين يعني عاجبوني زين نفس الشي عنده ثلاث حركات مختلفة هو اللي يحط الهولوغرام هو اللي يحط الكلون الديجي كلون يقدر حركته الولا الديجي كلون يحطه وتطلع هو ما يختفي يقاعد تطلع وتضرب وتاخذ مثلا اغرو انو الطقات يركزون عليه او عنده يطلع درون ودرون هذا يطير ويطلق وتقدر تقول شفت كونتاكي طق هنا وعنده حركته الثالثة بارير يحط جدار قدامه واذا طلقت من وراء الجدار تسوي دامج اكثر انت طلقاتك باتيستا زين الحلو باتيست مين باتيست حق أوروات زين الحلو فيه انو الحين كل احد عنده حركاته على البي حركة واحدة زين لا تقدر الاربي حقك بعد حركة فسر عنده حركتين الكلون ودرون او البرير ودرون يتخبص بالمو يصير الاربي في العادة هو البرير فيصير يروح منك البرير يصير عندك حركة ثانية زين موز موز تقدر تقول تقريبا هي اكثر واحدة مشابهة ل بوردرلانز 2 يعني حركتها البي تطلع المك وتركب فيه المك اي هذي الان اي بس الاختلاف فين انو كل سكل تري يعطيك سلاح معين مع المك اي فيغير المك هو نفس المك بس السلاح يتغير اي وتق تخبص بين الاسلحة سلاح اليمين سلاح اليسار اي فعني مثلا سكل تري يكون عندك رشاش وسكل تري الثاني السلاح جرنياد لانشر اي فطلع دوف 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 بالضبط اي السلاح الثالث كان ريل قن عرفتوا اللي يشحن كده لازر كده في قعد تقر انا في السكل تري الزيادة تحت الجرنياد لانشر هذا تخلي سمارت راكت يطلق صواريخ الرشاش يصير عرفت القاتل يدور عندها سكل تري حق المتفجرات سلاش دامج بالكامل عارف ف تخبص بالاسلحة انا لعبت فيها في اي ثري هذي موز مرة مرة ممتعة عندك شخصية امارة شخصية الرابعة هذي السايرن طبعا كل بودلانز في شخصية سايرن السايرنز في عالم بودلانز هم اللي عندهم طاقة خارقة اي فامارة عندها سكلتري هو اللي يعني اكثر سكلتري اللي كذا قعد يجذبني انا زين قعد يجذبني انه عنده درون اللي تقضى امارة اللي قعد يجذبني انه عندها سكلتري حق خش في النص قدام وفي عيني اه درعب ايه درعب ها ثاني كاركتر اللي ممكن العب فيه اصلاحين تايتن مين على تايتن مين هي اللي يحب ديستني في السالفة لا تعرف تعرف لأنا مرة من جد عزنا تايتن لأنه تايتن لأنه عندها تايتن سلام شفت اه تايتن سلام حقها لأنه هي عندها تعرف الاريها الهندية اي عندهم البودة فيه كذا اللي عنده ايادية اكثر شيفا اي فهي تايتن سلام حقها تطلع كذا ايادية من وراء وتنوت والكل الايادية تسقع شاة شكلها مرغ شكلها رهيب صراح عبد صحيح الاريا دامج نصها اي يس طبعا لأنها لعبة PVE فعادي وفي سكلتري ثاني حركة زي حقة مايا مايا اللي كان قولنا ستوليد تمسكهم في مكان واحد هذه قعدت لعبت فيها في الفيديو كاميرا الأول الحركة الحالها بس انها تمسك بس فيه ابغراد زيادة تمسك وفجأة تشوفها يادي تطلع وتصقع في كل مكان تبقس تبقسي على الارض فهذا فجأة تصقع وفي بدان ما تاخذ ريادي تصقع تسير تمسك واحد اذا اكتلت وتطلع يادي ثاني تمسك واحد ثاني فتك تسوي اذا كنت قاعد تقتل بالضبط هذه من ناحية الشخصيات تمسك واحد فقط ولا ممكن تشيل يعني مجموعة لا هو تمسك شخص واحد بس فيه مثلا فيه شكرا فيه السكلات نفسها لها بونسز ففيه بونس يغير السكل شوي اللي زي اللي تمسك وبعدين ترجع تمسك مرة ثانية وفيه لا اللي نفسها السكل تعطيها شوي قدرة زيادة مثلا زي ما انت قلت سيد انسك واحد الاقمنت يسير يسحب باقيه عند المنطقة حلو ايه واقمنت ثاني يخلي وانتهى الموضوع بالضبط واقمنت ثاني يخلي مثلا الدامج ناري ففيه يعني حلو فيه فرايتي فيه فرايتي فيه تنوع واجه يس حركتها الثالثة والأخيرة تطلق نفس شكلها على قدام ويسوي دامج ففيه اقمنت اللي اول شخص تسكع فيه يصير فيه انفجار فيه اقمنت ثاني لا تخش جوه شخص ترجع تطلع من وراه تخش تضرب اللي بعده الطلقة هذه الان ما توقف ففيه يعني اختلاف الحركات مرضو شي جميل في اللعبة هذا غير اللوت كمية اللوت والأسلحة المتنوعة في اللعبة يعني يطلوا الوقت وانا قاعد ألعب كل شو يطلع لي سلاح جديد يطلق بطريقة مختلفة عن السلاح اللي كنت قاعد استخدمه قبل كده طبعا فيه أسلحة اللي خايصة وغير مفيدة وفيه أسلحة اللي استهبار يعني فيه سلاح ما ودك حتى تبيعك حتى لو صار لفل قليل بتحطه لأنه تحسوا كده يونيك عارف مميز يعني فيه سلاح أذكر واحد من أسلحة بوردلان ستون اللي قاعد كده قاعد يتكلم معاك هذاك كامير ما منه فايدك ما تكتر مين فوانا قاعد ألعب فيه سلاح يطلق دوبستب أصوات كده مواغ 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 القصة في اللعبة لإني إنا بس شفت البداية ففي البداية قاعدين يعني يمهدونك على الأشياء اللي بتصير الطري事 اللي بتصير وإحنا عارفين إنها بتصير من الطريلات إنه إنه أنت بتروح وتروح والوففاق وراح تنتقل كواكب ثانية فأنت هنا قاعد قاعد تقاعد كليبس وطوينز اللي هم الأعداء شخصياتهم كيف نخلينهم كأنهم يوتوبر شوفوا متابعيني انتم مرة تحبوني ومدلاش هذه تعليقات هما طبعا أخوان أو تونز تونز حقيق ما لا يشاريتوني صح من النوم فالبنت هي اللي نبين عليها أنه هي القاعدة أكثر من الولد الولد كمان شوفوا واقف وراء يده اليمين عنده يد روبوت بس يده مرة طويلة يد الروبوت أطول من يده العادية وشكله كذا غريب وشكله كم التلخ شوي بس نبين أنه هي القاعدة هي اللي ماسكي الموضوع وأحس عندهم مو مبين لي بس كل أحد كذا اللي قاعد يصير متابعهم لسبب ما من يعرف ليش ويتابعونهم بطريقة جيك بول زي جيك بول يتابعونهم بطريقة كمان متخلفة طبعا هما العاداء أصلا سايكوز وهم كلهم متخلفين خسرنا متابعين يا أبي عادي لا تابع للي تابع جيك بول ما عليك لا دبي أبغل زياد متابعين لو سمعت يعني في في واحدة من الشيال هي تسولفلك أنه أنت بتصير متابع حقي بعد ما عليك أنت رح تتابعني وتلحقني مدرشو وجيت قلت لأحد نسيت قالت يقطع عينه ولا ينغز عينه أو يقطع رجله نسيت واحدة منهم زبدة قال زبدة قال أنا قلت له يقطع واحدة قال من قطع ثنتين يعني الاستحبال حق بول نانز المعتادة اللي موجود لسه موجود حلو في اللعبة الكومي موجود هذا على الأساس أنه هو فيلن يعني هي التوينز هي هم الفيلنز أخبر عادة الفيلنز كي شاطئ أمذكر هانسم جاك في بول نانز سورة ايه كيف كان يجي يصارف ماء ما أدري لو هذول اثنين بيكونون على نفس مستوى هانسم جاك ما توقع ايه فقلت لهم انه كيف انه سألتهم اذكر اللي انتوا سويتوا بول نانزتوا و هانسم جاك وكان يعني فيلن مره ممتاز والناس إلى الآن يعني يفكرون فيه وطيحين فيه حتى استخدموه في تازل حتى بعد ما مات كيف حتى تفوقون على هذا الشي قال انه احنا اعطاني عارف الإجابة الدبلوماسية ايه احنا طبعا نفرحانين وكذا وقررنا هنسوي شي جديد مع انه حطينا شخصيتان ما نبيكم تقضنونا اثنين ايه اذا عجبكم اعجبكم اعجبت هالك طبعا اللعبة لعبوني بعدين جزء هاي لفل هو الفيديو الثاني اللي شفتوا قاعد لعب معناه فكان عندي قدرات أكثر وأسلحة بعد في اللفل ذاك فالأسلحة في اللفل ذاك طبعا مرة أحلى من اللفل اللي لعبت فيه في البداية سلاح شاتكن يشحن يطلق نار ويدف يعني كان معايا شاتكن ثاني يطلق نايد لانشر اللي طب ليش حاط لياك أنا هذا المزح يعني في بردان لانتو الأسلحة الشاتكن سيئة ما يتلع لا لا هنا أسلحة شاتكن خرغ فيها ما يتلعني لا لا هنا هنا خرغ فيها شفت في ذلك أول شفتها بس أنا ما قادر اش كيف تسوي انت أساسا كل شاتكن شف أنا بالنسبة لي يعني بوردالانز ما أنا أضر الأسلحة وش الطايب حق أشوف أطلق وش الطلقة اي 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 اطلق شوف اطلق نوعين الطلقات اشوف وش وضعها اي بعد مرات السكوب يكون طلقة ثانية مو بسكوب اي بأي احنا اي ون يسوي سكوب يطلق طلق الطلقات وبدون سكوب يطلق اي اي مره ما اعتمد هنا كمان اضافوا لك شي زيادة انه تحت على الديباد لما تضغط تحت الديباد السلاح بعض الأسلحة يكون عندها نوع ثاني نوع طلقة ثاني اي حلو فزي القنيد لانشر هتقولك عنه كان في طلقة أول ما تطيح خلا تطلع يا أخوي اي شي اي شي اي 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 انا 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 ضريت وانا ما ادي دخل عرفت اللي بغت تثاوب عننا اول ما تطلع الطلقة اول ما القنيد اول ما يطلع تصقع تنفجر في وحدة ثانية تضغط تحت تصير تنفجر اي لما تلمس او تنفجر بعد وقت معين ففيه تنوع جميل وحلو في الأسلحة انا مرة متحمس على اللعبة ادري انه اول ما تشوف اللعبة تقول انه ما تغيرت كثير عن بورلانز وان وثو بس لا فيه تغيرات صغيرة كثيرة مرة كثيرة بدرجة انه يس هذه بورلانز 3 حقه 2019 حتى يعني احنا لعبين بورلانز 2 قريب يوم ونلعب للث واضح الفرق اي اي بالنسبة لك احس وراء مرة مرة واضح الفرق يعني انا موضوع انه ما تقدر تسلق هذا كان اي اي شيس بسيط كويس انه تتزحلق انحيا كمان كان الزوم كان الزوم 2 مرك بزيادة لا لا هنا انا الصباح اي انا الصباح كويس منتاز ممتاز منتاز اوكي هذه كانت بوردلانز 3 طبعا راح تنزل في 13 سبتمبر يش آ comment في غريبا شهر بعد قريب اوح زينا عندك وقت تلعبها قبل لا تلاب يس هذا هو مرة وقت يعني Symium 17 يوم عندك 3 سبيع شوي جميع مرة يطبينا nachel us in mass Bend is نشوف سالفة سلوكي ممتاز خلصت تنسيق كل شي يدور حول الـDLC طيب عندنا اللعبة الثالثة Mutant Year Zero Road to Odin والـDLC Seed of Evil أنا لعبتها معنا المفروض يعني رواحة اللي لعبها ويتكلم عنها لعبت Mutant Year Zero واتذكر يسريك ترايح تجرب ديمة حقها وكتمره وتحمس له وتقع على رواح اسمع يا أخي الـDLC يسوا حق Mutant Year Zero أنا مخلصت اتذكر كيف كنت متحمس عليها اللعبة نظام تاكتكس نظام زي ماري رابنز اللي هي تايلز في مربعات ناس تعرف ما لي رابطز أكثر من XCOM ماك حق ايه في مربعات تقدر توقف فيها وكل يعني مسافة معينة يقدر يمشيها ويطلقها على حسب السلاح اه بس هنا القصة انه انت ميوتنس او اش يسمونا ناس تحولوا مع يعني تجارب علمية وصاروا واحد كيك كالنخنزير والثاني بطة والثالثة يعني عندها مزايا ضفدع على حربة تشوهات خلقية تجارب علمية تجارب علمية ادت الى تشوهات خلقية طيب خلاص تلعب ثلاثة مع انها تطلع ثانين بس لما تدخل الكمباتة وتتمشى في العالم نفسه بتتمشى في ثلاثة لازم تضبط اللودة وتحقتهم يعني كل واحد يكون عندها سلاحين قم بلتين ممكن تفتح ثالثة وطاقية وارمر وش الثالث كان في شي ثالث باكباك بس في انواع باكباك والله ايه 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 تقول طاقية كل طاقية تختلف هلمت ايه ايه واحد يقول لك واحد زيادة رينج واحد ايه 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 معانا كوي في العالم هذا وتحولوا وفي ناس ناس عاديين ناس عاديين وفي روبوت في روبوت وفي مك كبير في اي في المك الكبير وفي بعدين في الديالسي في ناس كده لهم دخل في الجذور وكده والشجر كل واحد على حسب الابيليتيز اللي قاعد تستخدمها ضدهم يعني يفرق معاك زي هذاك اللي يقول لك مرة كويس ضد الباتس لانه يقدر يتحكم فيهم ويوقفهم فكان مرة مفيد حتى اصلا انت طلع قبل لا تشوف اول روبوت او يمكن بعد ما تشوف اول روبوت فيسهل عليك ميزة لعبة كمان انه فيها ستلف انت تقدر تتخبه وتحط شخصياتك فماكن معينة قبل لا تبدأ الحين لما تجي تمشي انت تقعد تستكشف عادي اثنين ماشين وراك تقدر تشغل الكشاف او تطفي وتستجد تجمع سكراب عشان تشتري يعني قنابل واشياء معاك وتقدر تجمع ميتيريال اللي هو قن ميتيريال عساس تطور الاسلحة او ارتفاكتس عساس انه تعطيك ابغريد فاشية يعني زي في اوبغريد يوسع اللي هو يعطيك ثلاث قنابل بدل قم بلتين لما تيجي تشوف ناس بتشوف حوالي هم الدوائر انهم ممكن يشوفونك لما تطفي الفلاش تشوفه يصغر الدائرة نفسها بعدين تقدر تعد تمركز الكاركتر تحقينك تروح تحطها عند كفر وتضغط واي سوي هايت يتخبه هناك فتقعد تمركزهم كل واحد في مكان زي البطة دائما نحطه فوق لانه كان عندها واحدة من الابلتيز يعطي زيادة كرت اذا كان قاع يطلق من مكان عالي ودائما معطيه سنويبر والخنزير دائما مدرعم لانه عنده واحدة من الابلتيز يقدر ياكل جثة ويعبي دمه مع ال دائماة تطورها زيادة يقدر ياكل بدون ما يستخدر اي مكان عطا بس لا لازم جثة بس لا لازم جثة وتطلق لأن كل سلاح عندك مخزون له تقدر تطلق فيه فلازم تحسب حسابك وش فيه من مخزونك قبل لا تمشي وتتحرك الحركة كل كاركتر يعني ممكن يمشي رينج معين لازم تحطهم ورا كفر عساساً ما ينطلق عليك فيه كفر عالي وفيه كفر واطي يعني يصير بسنتج يقدرون يجبونك أكثر فالخوش نفسهم يختلفون كل نوع حتى يعني الباطس فيه مختلفين على حسب السلاح اللي معاه على حسب القدرات برضو اللي معاه ففيه تنوع واجد أول كم يعني معركة اللي كشوي مانيو سيف مانيو سيف أتكد أن هل يلقع نسوي صح ولا لا حركة المانيو سيف هذي موجودة مرة كويسة في الألعاب هذي مرة عجبتني شو سمونا فماريو رابتز كانت تقفر معي إذا خسرت ما عنده يسوي ما عنده يسوي ما عنده يسوي بسين عادي اني كم تواجد بعمرات اني ما مركزتهم في البداية صح لشوفهم يموتون بسرعة ما حطيت فرمدث لأنها حرابة أصيحاً على الكامل سيف حلوة لعبة مرة قصة مه عشان كيرا قاعد أحرق شوي بس لا تركز على القصة الكمبات مرة حلو بالنسبة الشخصي يعني مو مرة داخل طيب بلعب اكس كام طيب لعب تاكس كام أنا شفت أنه توموتش بالنسبة لي أنا شفت هذه ألقت حالي أنا عكسة أشوفت هذه اللي كده ما فيها جيلة اللي تقليلة ايه عشان كده أنا شوفوا الناس اللي حبوا ماري رابط هذه لعبة مرة مناسبة موجودة على القيم باس ما تحس أنه في عمق في الاستراتيجية كثير أو غير متطلبة يعني في عمق بسيط مرة ايه بس يعني ما يحتاج واحد ذو خبرة ولا ذو نفوذ تفكيره ايه وأي أحد يقري لعب على نفس لعبة اللي هو عجبتني جدد ذو نفوذ يعني ذو خبرة هذي حلو لكن ذو نفوذ نفوذ في الجديدة هذي حبيتها في الغروب وفي الاستراتيجيات يعني يعطوني الكاركترز واجد انه ممكن تنوع في اللعب ولين ما تلقى اللي يعجبك خاص تستمر عليه يعني أنا ماشي على أول ثلاثة الكاركترز وحبيتهم أخرى صلي ينفعول لي هاي سلمة تقدر تنقط على طول ما يحتاج تسلم بعض المرات عشان ترقى فوق والبطة يطلع جناح ويعطيها كرت والسنايبر والخنزير خرافي أرهب شخصية في اللعبة كله يقدر يدرعم كيه يكسروا الكفر حجروا يقدر يأكل كوربسس ويعبي دمه يعني هو دايما اللي ينقذني في النهاية التانك هو التانك طيب راهبين التانك دايما التايكين الدولة الـ DLC موش أضافت زيادة DLC أضافوا اللي هو الكاركتر جديد اللي هو الموس يطلق نار كده من فمه في عندك هم حركة بس ما استخد كده اللي لازم أطوره من جديد يعني مشارك تتحقن يعرضين مدورين وكويسين بس غير كده كان في الأنمي الجديد اللي هو فيهم جذور وفيه وحش أخير في النهاية وتقدر تقول تكملها شوي للقصة الوحوش هذولا يعني كانوا صعبين شوي وخاصة اللي هو الآخر معركة لأن ايش في واحدة من الأنميز اسمها بود مادري ايش بس هي الوردة تطلع لكحوش لازم تذبحها أول شي عشان ما تقروشك تقدر تطلع لكحوش واجد وتنشب فآخر فويت كان فيه ثنتين متمركزين في مكان العين يالله أقدرت خلصة بس حلوة مرة اللعبة أي أحد له في التاكتس بيتعجبها الـ DLC برضو فيه أشياء غضفها في مفاتيح تقل تلقي أشياء كم زبنك ستورج روم كده وتدخلها تلقي ايتمز ايتمز تنفعك او تصدق إلا طلعت الفاكس بقي لي كثير عشان خلص ترى مرة قصيرة مرة قصيرة مرة قصيرة بقي لي شوية برض هذا كان سؤالي مرضو يعني ما رح تطول معك انا ذكر المين قيم على حسب طبعا الصعوبة انا حطيتها نورمان واللي هي أقل شيء تقدر تحطها وبرمدث وطعب الموضوع وبرمدث أنا اتقل حاط نورمان وبرمدث ايه نورم دث ايه نورم دث ايه نورم دث تقعد تجيب شخصية وتلفل فيها من جديد لا 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 ما رح تجيب ما في شخصية تجيبها خلاص اهو في كم شخصية طبعا دي نسوي لوت جيم يعني ايه تسوي لوت جيم أو تكمل بدون شخصية تقدر عكس وتتأخذ شخصية جديدة بتتلفلها لا هو أنت عندك عدد عندك بورمين و عندك داكس فسلمة فيرو و ماغنس اي وهذاك ستة شخاص هذر اللي عندك إياهم فإذا معت واحد خلاص تكمل القصة بالخانس خلاص تخسر او صاروا عدد الى اثنين شكرا لم ألعبت بورمين نفس فكرة أجزاء فاير أمبلم الأولى إنه إذا كان عندك يونت أو وحدة إذا ماتت خلاص هو رجع الآن رجعوها بقى لما حطوا الصعوبات نعم صارت اختيارية جزء الثري دي اس الظاهرة فاير أمبلم و إياه حلو حلو أول جزء نزل على ثري دي اس نسيت شي اسمه كان لأ كان تقدر تختار الصعوبة إذا حطيت النور ما نقول لك حتى لو مت يرجع لك في المعركة اللي بعد هذا قصتي نقصتك فصلوها هذا اللي أقوله بس تأكد؟ نعم دعونا نجيب لك اسم الجوزة و سيتش اسمه ذاك طيب متأكد كان في السوق وسأمسكوا الثالفة عيال وكملوها بعد طيب آذى كان إنت ميوتن تير زيرو رودة إيدن بلاش على الـ Game Pass الحين عدن عدن تجربها على الـ Game Pass الحين أنا عجب أنك تقولها ونتعي لك على عين رواح إيه لا أنا خلص سالف الـ Game Pass أول ما نزلت له بنيزلت على الـ Game Pass أصلا والله ما تدري هي موجودة الحين حالية على الـ Game Pass الـ DLC حقها بـ 15$ نعم مرضو كويس اللي يتهمهم طريقة الألعاب هذي لا يفوتها طبعاً مو بتوقف البودكاست وتروح تحملها لا خلص البودكاست ومشغل البودكاست وانت قادت لها باللعبة بضبط أصلاً أحسن لعبة تناظر مسلسل عليها وتناظر أي شيء معاها لأنا عادي ممكن تروق وتخلي اللعبة شويك واقفة عادي إيه لأنها كارف جداً جميلة بعد كده نظام أدوار ريح راسي مرة كانت كويسة حق الرلاكسة أي مع شاهي وقهوة لازم لازم قهوة طيب اللعبة الأخيرة في فقرتنا اللي هي كلا كل The Game F أو IF كلا كل هذا الانيمي هذا الانيمي يعني من أفضل الانيميات اللي مرت عليه خلال الخمس سنوات اللي رائعة جداً جميل جداً رائع بس نحب نذكر بلس 18 وذا كان بلس 20 بلس 21 22 هو اللي اللي يونفورم حقها أوكي شفتها ليش تقولها وانت كده يعني مبعجبك لا لا نذكر كان مسوين صجع لا لا رهيب تبيها من شخصيات تبيها من قصة تبيها من أحداث أوكي الإخراج ممكن الرسم ما كان من رواه بس يعني فيه إخراج كان عادي فيه دراما كان عادي اتقرن هو المقدمة هذي مهمة لأنه لما أتكلم عن اللعبة أنا بقول إن أنا قديش حزين زلان أول شيء مثل ما تطرقنا عليها في البودكاست اللي راحنا ومشعل قلنا إنه الرسم كان سي جي أول حاجة على طول كلا يعني مالك سي جي ولا سلشيتد سي جي سي جي أوكي والسي جي اللي هو عرفت نظام اللي هو روبي رو بي واي اللي هو الكرتون الأمريكي شفت السي جي حقه شون يا اللعبة جاية زي كده فمرة ما حبيت الموضوع الرسم يعني كان أوكي أنا أدري إن الرسم ما كان مرة واو في الأنمي بس يا أخي كان الرسم الغبي كده والتفاصيل البسيطة حلوة كانت ما أعطي انطباع للإنمي هنا في في السي جي ما أحبيت صراحة ما أحبيت خصوصا إنه برضو الحركة شوي أحس فيها غلط في بعض الحركات تحس إنها سموث في بعض الحركات تحس إنه جاي كده كأنها آلية أعرفت اللي إيش في أوكي طبعا نظام الفايت أول شيء الكاميرا زي ما قلنا مثل نظام ناروتو 3D مفتوحة بس إنها تيجي وراء ظهرك يعني تركز إنها تكون وراء ظهرك أو على الجنب أعرفت؟ ما في نظام اللي هو ما هو نفس نظام ستريت فايتر نظام الكامبوت اللي هو عندك مربعات عندك مثلا أربع ضربات كومبو مثلث 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 عندك برضو مثلث ضربات خلنا نقول الهذي أو حاجة زي كذا شفيهم كلهم رح يشوف اللعبة مانتو أحبيت كلامي أو ليش اللي قاعد تتكلم عنها فاهمت الحين فايتن جيم كأنها ناروتو تقريبا؟ بس إنه سي جي مرة يعني شوي كده ما توفقوا فيه أوكي أبدا الموديل كده حق الشخصية ما حسوا إنها متوفقوا فيه غريب أي أوكي حتى في بعض الحركات تحس إنها آلية تحس إنه ما حيب يا شوفه قاعد أشوف الفوتيج حتى طب ليش كده مفاصيخ؟ عشان كده قاعد أقول أنا الانيمي بلص 18 والعياذ بالله يكمل نعم أولا وجدتك الكاميرا من تحتها أقصد وهو ذاك التانك الحقهم شو اسمه يتحول ايه تانك في عندهم تانك في عندهم تانك أو يعني الشخصية تانك في الانيمي أو هيكي إذا ضربتها زيادة يتحمس كده وينبسط أعرفت ساديستيك أعرفت كل ما تضربها كل ما تضربها كل ما تضربها طبعا إيه هالي برضو في اللعبة أنه كل شخصية لها اختلافات يعني إضافات بسيطة كده تتميز بالشخصية هذه زي ما تكلمنا عن الشخصية اللي كل ما ضربتها أو فيه زر زي اللي تضغطه يقوم يضرب نفسه فيتعبى بار إذا عبيتها تقدر تسوي منه حركة قوية أو حاجة زي كده برضو نظام الفايت زي ما قلنا مربع كومبو مثلث كومبو دائرة يسوي زي السبيشل إكسين ينطوا ويركض عليه بعدين بإمكانك عاد تشكل عادة عرفت اللي هو دائرة مع إكسات يعني تسوي دائرة تضربه بعدين إكس تروحالي تكمل عليه مربعات فهمت السلافة؟ أقصد يعني هي ما هي بنظام ستريت فايتر نص دائرة مربع ربع دائرة مرتين مدريش لا مبارع عن إيش؟ بوتن ماش بيضاب طو عاد أنت وشطارتك شلون عاد تشبك الحركات في بعضها طوال أنا متأكد يعني توقع أغرب الأنمي فايتين جيمز كده ترى تقريباً إيه إيه طبس عندك دراجون بول شوي يعني شطحوا فيها إيه إيه دراجون بول شوي صوصاً إنو حط أضافه المانوال كومبوز هذي فيها ممتعة أنا أقول إنها ممتعة ما أقول إنها سيئة ممتعة كلعبة مضاربات بس ما أعتقد لها أي النجاح في الموضوع يعني فقط كمحب للإنمي ممكن إذا حاب يقعد يدبج بيستخدم الحركات اللي شافها في الإنمي الرائبة بإمكان يسويها في اللعبة فيه ستوري مود كذا عادة؟ فيه فيه ستوري مود قعد في الدمو توهكت طبعاً اللعبة نازلة بايضاويه يوم شغلت الدمو ولعبت أبغى شغل ستوري طلع لي السالفة كلها أبغى أسوي سكب أو أبغى أسوي أي حاجة فعلياً قعدت تقريباً ثلث ساعة قعد يشرح لي السالفة طبعاً القصة كلها متصورة من جديد بالرسم حقه بالسي جي بس نفس المقاطع إذا ما كنت غلطان يعني نفس المقاطع الأنمي بس سواها برسمهم بيضب برسم اللعبة باختصار شديد اختصروا السالفة من بداية القصة لين ما طبت أمها شو اسمه فلا كانت تخيل قديش خلص واو يا ساتر كذا في عشرين دقيقة تقييم الربع ساعة وسوي سكب وسوي حاجة ما ما عرفت تركتها كده بعد أن تقرأ أخبار البودكاست بعد أن ترجع تكمل شوي فعلياً لين بدت المضاربة أعطوني تيتوريال تيتوريال طويل عرفت تيتوريال طويل كذا علمواني كل شغلة ممكن تسويها كل كومبو ممكن تسوي في اللعبة علمونيها عرفت اوه طبعاً فيه سبيشل اتاكس برضو اللي هي تضغط الوان ومربع الوان ومثالة الوان ودائرة بس في عندك بارات إذا تعبت تسويها فخلصت المضاربة قلولي خلص شكراً ومثالة سلام الله مضاربة واحدة طبعاً فيه بعدها مودل فيرسز بس يعني أنا زعلت بضل فيرسز كلها شخصيتين تذكر هذا الدمو تذكر أنك ضيعت 20 دقيقة من وقتك على الفاضي على دمو قاعد أشوف قصة رغيبة معاد صنعها بطريقة سهية فهذه باختصار فأنا أقول يعني إذا ما كنت محب أنت للعبة هذي فقط ما بإمكانك تسويها سكيب يعني إذا أنت تحب لعبة فايتنغ ممتعة كذا بسيطة خفيفة ما هي منتطلبة يعني بكسب عذاف لعبة فايتنغ غيرها توقع يعني اسم الشخصيات عرفت اللي أنت ريوك وفان شلون وتبغى تسوي الحركات بإمكانك تتحول وتستخدم الفورمز أنا حاول أوصل لبعض العقول يا أخي هذي شي شخصية حول الحين صبق لهم لا والله حرم علي كل الشخصيات رهيبة خلع عنك بس كيف عادي في اللعبة ما أدري لأنه في الدمو ما كان فيه للشخصيتين هذي ونوعا ما أنا انبسط في الحركات يعني أنا قاعد يسوي كامبوت وانا قاعد طاب وهذا ففيها فيها متعة ممكن أحد يلقاها مثلي طبعا اللعبة زي ما قلنا شسمه إنها متوفرة حاليا فاللي يبغى شسمه يجربها بإمكانك تجرب الدمو برضو وتغلط غلطتي وتجرب الدمو أو تقدر ما تغلط غلطة تتحمل الدمو بس تدخل على الفيرس عشان ما تتورط 20 دقيقة من عمرك تضيع الفاضي وبكذا ايش اسمه نقفل على فقرة ألعاب لعبناها بعد ذلك عندنا أخبار ألعاب تن 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 ولا واحد سواها صح دخلتوا كلكم على بعض ولاخبطتوا السالك ما في وما في واحدة صح أحلى شي خالنا نجد أحلى شي مدير كبير بكام يكون زعلاء منكم مدير كبير ما يبينا نقول سراش سراش ولا معاف هذا الموضوع مدير كبير يقرب الدم بعدي واستعت مدير كبير المهم وصلنا أخبار ألعاب عندنا أول خبر بلزرد إي سبورت أعلنت أنه في 14 بلد عربي انضمت إلى قائمة البطولات الألعاب الخاصة فيهم فصراحة يعني خبر جداً جميع البطولات طوان كانت هيرتستون أو الألعاب اللي هي تابعة هو أهم شيء أفرواتش حالياً أفرواتش من جده هي أهم حاجة حالياً ليش تبدأ بهيرتستون هذا؟ لأنه كنت ببدأ من هارتستون هي اللون أو اللواو تبع بلزرد؟ لا بلزرد عندهم بلزرد عندهم برضو يعني من لحة إي سبورت عندهم مواش يسمون هذيك هيروزو هيروزو المهم 14 بلد الأمارات، الأردن، البحرين، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب السعودية، تونس، عمان، قطر، لبنان، ليبيا ومصر خبر حلو صراحة وبالتوفيق لجميع شبابنا اللي بشاركون بطلاتهم الخبر اللي بعده بس ما عليش ما أدري إذا عندكم خورة الانضمام هذا يعني بيسلنا فريق إحنا مثلاً ممكن نشارك فيه في البطلات المستقبلية والبيسور مسموح للممثلين من السعودية ما أنا ما فهمت شلون الانضمام هذا في الإي سبورت كيفينك تبحث في الموضوع تجينا أسبوع التالي مواضح أن واحد في كوميتري على شي كذا زحلقتوني بس مات الخبر بس ما علي مرة متعمق فيه ممكن تتواطل مع الأخنا فيه فارس بس اللي هو ممثل بلايذرد هنا في المنطقة بتسألوا هذه السورة أنا آسف أنا أتوقعت أن أحد عنده المعلومة هذي ممكن يجيدي فيها أعتقد أنه صرنا زي خلنا نحطها زي في الكورة أعتقد صرنا في الفيفا أسوسيييشن فإذا سووا بطولة فآسيا نصير ما إحنا منضمها هل هي كذا أم لا؟ يعني نقدر نخش الشي اللي يسوونه قبل كاس العالم تصفيات نخش التصفيات نخش التصفيات نخش التصفيات عادتين يأخذونا بال بالشي يسمونه الرانك بوينتس ويحسبونها يعني السنة الفاتت كان فيه كلام كبير عن الموضوع السعودي المفروض النتال متال بس يمكن هذا شي ساعد يعني موضوع ما يصير فيلم السنة الفاتت مرة ثانية أوكي الخبر اللي بعده فيه الأسبوع الجاي أو خلاله مو الأسبوع الجاي بعد يومين بيبدأ معرض في ألمانيا وزي E3 يكون فيه مؤتمرات أو لايف ستريم يكون قبل يعني قبل المعرض يعني فنينتندو أعلنت إنها بتسوي اندي وولد في 19 الأوغست بيكون الساعة أربع العصر بتوقيت الرياض يعني وطبعاً واضح من اسمه بيكون كله ألعاب اندي ومدته 20 دقيقة أوه حلو هذا الانديز لا الله بديني يبدع يسف الانديز يعني فترة أخيرة صارت مرة والجهاز المو وهو صراحي يعني مدلي مين اللي قال سماه اندي ستيشن مدلي واحد من الشباب كان صراحة اسم جداً مناسب لهذا الموضوع هو كان البيتا قبلها البيتا هاد يا حرام يا حرام الخبر اللي بعده فيه قبل فترة أعلنوا عن هو السويتش إنه بتنزل نسخة معدلة منه إنه فيه أكثر من تعديل لكن هو أهم تعديل إنه البطارية بتصير ضعف عدد ساعات الجهاز الأصلي ينزل هو فعلياً ماخذين من القطع اللي بيستخدمونها في الشي سمونا السويتش الثاني اللايت 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 نعم اي لأن القطع القديمة ما صاروا يسوون لها فما يأخذونها ببلك في أرخص لهم إنه يأخذون القطع الجديدة بدل القطع القديمة فحطوها في السويتش قديم ما رح يتغير شكله أو لا شيء ما رح يتغير اللي من جوه بس بيتغير هو ما بيتغير شكله لكن البطار أو الصندوق الخارجي بيتغير عشان تغير في الجهاز الجديد الجهاز الجديد الجهاز القديم وشي الثاني أنا فيه خبر قليته بس إلى الآن ما ني متأكد منه إنه نينتندو قالوا إنه بالنسبة لللي شروا الجهاز يعني خلال الفترة القريبة هذي حطوا تاريخ معين بيتأكد لنا يا عمر الأصدار القديم من تاريخ 17 جولاي ما بعد 17 جولاي شاريت الأصدار القديم تقدر تبدله بالأصدار الجديد يعني حانو إياك ما أنا لازم أدور لي كذا ريسيد فكش أصلاً هم أصلاً يقول لك هذا الأوفر أو التبتيل غالب دولة في أمريكا وكرية نينتندو أمريكا طبعاً بس صلايا شي زعل يعني هيقول لك حتى ما فيه أي اختلاف في السعر ايه يس ما راح يزيد السعر أبداً حاسوه أنا مابسوط من السويت حقي بس يعني موضوع البطارية إنه عن جديد يعني تصير ضعف البطارية القديمة فتفرق صراحة نواله من جد مرة تفرق تفرق ما بدين أركب بطارية جديدة طيب شي معك فوربانك والله يفترض يا أخي شي معك فوربانك يا أخي موش أنا أبغى بطارية جوه مشكلتك نتندو نتندو نبغى بطاريات جوه اي نبغى بطاريات جوه غيرونا الناس ويتشاتنا ايه إذا سمحتوا أنا شاري الجهاز مع الريليس جيبوا لي بطارية جدا من جد يا أخي و أنا شاري البندل كامل يعني دافع زيادة كمان ميكوميتود كاستومر يا أخي ايه من جد يعني أنا مفروض تحطيني رواب يا أخي مفروض تعتوني أشياء يوالله خبر جباده؟ بليس عندنا Legend of Zelda Breath of the Wild رسميا هي أكثر لعبة زلدة مبيعا في أمريكا فصارت هي المركز الأول المركز اللي بعده زلدة Twilight Princess الثالثة Ocarina of Time الرابع Major As Mask والخامسة اللي هذي أنا ما أدري كيف دخلت إلى الآن أنا مني فاهم كيف دخلت Lynx Crossbow Training هذي ما كانت بندلد مع شي شكلها شكلها ما أنا هي نافلة على جهاز الوي بس ما أذكر يعني أنا أذكر إنها كنت تشتري اللي هو يفكب عليه الوي موت ومعاي يصير زي الكروس بو بس ما أذكر ما كانت لعبة كاملة أصلاً كانت تاني بس ياس فمان يعرف هذي كيف دخلت لكي كانت بندلد مع شي المهم هذي الخبر حقين يهم حقين Destiny الخبر اللي بعده Cross Save حق Destiny بيجي أغسط 21 أغسط 21 يعني بعد أقل من بعد كمان أربع أيام أربع أيام ولا شي طيب كويس يعني انتن أنا شوفك كذا كيام تحتني كم شوال لن دست الفكرة مقشئة أصح mighty انا قلَك اجيكم في عئا وراءها أجمع فلوس هاي Tyrion والله يجي يجي مره أوكي الخبر البعده هو الهيلو دستني فيه أشياء ححححح فيه أشياء قبل كم من يوم تعلموا عنه اللي هوpoke Armor 2.2 ها؟ انت ما حطت نوت طيب حط نوت آآ آآ أنا توقعت أنك حطه الموضوع يعني شفت أن فيه Destiny حاصل خير يا خلال حاصل حاصل ها قبل كم من يوم ما تكلموا عنه Armor 2.2 اللي هو الـ Armor الجديد من 1 أكتوبر بيكون موجود في تصير مننا نحن اللي قاعدين نلعب دستاني لسه قاعدين نفرمونها لأيام اللي هو الصورتس آرمر آرمر كل تسوي فيها اكتيفتيز معينة عساساً انك تطورها من أخضر إلى ماسترو 1 أكتوبر بتقدر تروح البانشي تغيره ويعطيك بدالة آرمر اللي هو 2.0 نفس الآرمر حقك بس يعطيك إياه مزايا 2.0 مزايا 2.0 ايش كل آرمر بيكون له ثلاثة أماكن تحط فيها مود للآرمر نفسه وفيه انرجي على حسب كم انرجي تقدر تحط كم وش المود اللي تحطها لأن كل مود لها سعر معين خلنقول أو يعني مود نقطة نقطتين ثلاثة نقاط تحط المود يزود الانرجي ايه والانرجي انت تقدر تزوده إلى أكثر شي عشرة فبدال ما هو يجيك راندوم الآرمر الحين لا الآرمر مود ممكن تجيك راندوم بس أنت تختار وش تحط في الآرمر نفسه الأنرجي نفسه يكون لها نوع برضه يا أما فويد يا أما سولر يا أما أرك المود فيه مود اللي هي نوترول أي شيء تركب على أي شيء أو فيه أشياء مرتبطة بالأنرجي نفسه يعني فيه زي أشياء حق الشطقان وممكن تلقاه في الأرك فيه أشياء حق تسلحة معينة تلقاه في السولر وكذا السكشن حق المظهر صار يعني في ويندو ثاني تضغط تحد لما تدخل مو نفس الحق التطوير تقدر تختار شكل الأرمر أول كان لأ لازم تفرم تروح تدور حق الريد فتقدر تختار الشكل واللون وإذا كان فيه أرنمت فمرة شيء حلو الشيء هذا لأنه تقدر تتغير في الأرمر حق كليمات بس مش كأرمر القديم بيصير ملا ملا أي فايدة والفارمر اللي قاعدين نسويه حق السولستس لأن ماستورك ملا فايدة برضو لأنه في النهاية بتتغيرها وبتسوي له ماستورك من جديد أوكي مقلب مقلب الفارمر شاتر ثرون سوينا أنا وتركيا الحالينا اثنين نايت فول 200 ألف فيلم هرام عليكم يعني القرش اللي سويناها الآخر كم من سبوع فا بس مرة حلول الارمر نفسه نظام أنت اللي تغير فيه تخيلية على لعبك بالضبط تبي تصير شخص شاي سلاحي سبحZ تقدر تقدر تحط السكاونجر والأشياء اللي تجمع لك رصاص و شي حلو مرة حلو يعني التقدم يعني حتى الاكزاتيكس هذا قهرني بعد انها ما تتحول على طول لازم تسوي لها ريكواير من جديد تجد تسوي لها ريكواير من ال من الفولت حقه من الكلكشن بس للقالي طريقة يغير ليها طيب أي شيء يالله مش حالك اشتوعت طيب الخبر اللي بعده الخبر اللي بعده المخرجي الإبداعي لهالو انفنت اللي هو تيم لونجو قاعد لي كده بحلقي وش قالوا عادي؟ قالت هالو؟ قال هالو انفنت قال هالو انفنت لا تخيني يقولك هالو تولجس الثالف هالي طلعت ايام اول ما طلعت هالو ثري المهم هالو وليس هالو قالوا اراح مهلا هالو تولجس الثالف هالو وليس هالو عجبتك قوي عجبتك قوي فضلك لا اكمل خبر فضل خلاص قال لك هالو 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 هاي تم لونجو غادر ثري فور ثري اندستريز قبل سنة من اصدار الجزء الجديد من هالو لا غادر الحين ميو قبل لا تنزل اللعبة بعد سنة مو بانه غادر قبل سنة من اصدار الجزء الجديد من لعبة هالو نفس الكلمة لكن انت عدلتها بالعكس انا كلمتك غلط خلوي نام يا قدعان خلوي نام قبل سنة طيب لا ايه بس انت كمل الجملة ايه قال يعني قبل سنة من الجزء الجديد المهم هو اشتغل كرياتيف دايلكتر لهالو فايف غارديانز وبرضو الريبوت تبع توم برايدر فمدري انتو اشراكم هذا الموضوع موين بيروح هنا السؤال لا انا بالنسبة لي وش بيصير في هالو ليش يعني يمكن شغله انتهى هو طلع اعتقد يعني الاساسيات هو حق هو طلع اخوار في عندهم تغيير في الادارات تدوير عندهم في الادارة نعم مكتوب ايه مكيدي العاب عندها او ما عندك مشكلة ايه جاس ريال ايه انفوات العام ولا توقع بلقى لنا ما نلقى مكان عندنا والم نحطه يمكننا بيتطور لعبة يا اخي المهم في عندنا بلاي ستيشن قالوا عن اربع الوان كنترلرة جديدة عندهم الآخر و الريد كاموفلوج ايه احد اعجبك بها هاج البربل يس يا اخي الله اخي صاحد الاحمر اللي عليه كاملات اتفق جدا مرة خاية البربل البربل هواحل واحد صراحة الروزغولد الروزغولد برضو حلو بس يعني والله لا اتفق بس خلاص انا يا اخي كل شيء ينديك رزغولد يعني محترمة للسوني صراحة يد السوني نفسها انا ماطيك العادية ميه لان انا لوك تحت كين اي دينوك تحت يا اخي ذالا حقولي ابغى يد محترم معاBIب انت datasets كي شف مسكت اليد هذه يا صابع أبد مسكت اليد كي شوف الابهان انتم مسكت اليد عد غيرeremos عندي شون عدت معاقبة كلما يعني هاهاهاهاهاهاهاهاهاية تفيل السكيرو المهم الخبر البعده سي كيرو اسملة لكون هذي احسن سي كارو ساكيرو ساكيرو؟ ما هي سيكارو؟ ساكيرو وش شايفني يا أحمري؟ سيكاريو المسلسل حق الفيلم المهم شادو دايس توايس تقريبا مبيعاتها قربت من الأربع مليون يعني على اللعبة تقريبا لها صاد لها أربع شهور وبعت ثلاثة فاصلة ثمانية مليون نسخة شي صراحة شي رحيب برافو والله برافو أنا بس ودي أسنعهم وقلهم كم عدد الموتات اللي صارت في اللعبة؟ تريليون سواء قبل كده في دارك سولس 2 يمحطوا الكاونتر بعدين شالوها مع أنها كانت فكرة مرة وقيدة صفر العداد جاءه Y2K حسنا ما ما حطوا العداد يصفر خلوه خلاص وآخر خبر مع أنه كنا تقريبا عارفينه من زمن لكن ديفيد كيج اللي هو لا إله لله كوانتك دريم قاعد نقاله خلاص أنه الآن ما في شيء اكسكلوسيف أو بيكون حصري العابه بيكون شيء للبلاستيشن 4 أو البلاستيشن في شكل عام العابه بتنزل على كل المنصات وهو كان داما يقول قال نحن مشكلتنا كانت دائما في الدراهم وكانوا سوني هم داما يجون اللي نروح لهم يقولون إيه نزلوا نزلوا نحن هنمسك البابنش غالما وهذه الأشياء فلت ينهم الفلوس بس للحين أنهم وقعوا عقد مع شركة ظاهر صينية اسمها نتحاجة والله نزيتوا جسمها للشركة أيوة قالوا أنه أنه نحن هنمسك كل شيء عندكم البابنشين البابنشين كل شيء أنتم بس اشتغلوا على ألعابكم وصراحة هو من مصلحته من مصلحته نتزل لعابه لأنه صراحة بالذات آخر لعبة اللي هي ديترويد كانت جدا رهيبة صراحة اي ديترويد أنا شفت الناس اللي يعني يحبوا أن هالنواع من الألعاب انبسطوا عليها أنا شخصيا ما أحب لها فيرين ولا أحب الألعاب هذه ما قدرت أخش جاءوا معاهم والله هي ذوق أكو يحتويب اللي هي ترى عرفت اللي جو فاهم متفاحم الناس يحبون أن نلعبها يا الماقر فأنا مرة ما أقدر هذا كان آخر خبر عندنا معنا أتمنى أن الشيء هذا ما يأثر صراحة أنا نحس أنه بلايستيشن يعني شلو أنا أقول لك كانت زي الأب الكويس الكوانتوم دريم كوانتك كوانتك ساري العالي مسابحك عجلي هنا يا رجل واش تبور ويجيك تصحيح مني ولا يجيك تصحيح ألعاب تحت ولا تصحيح ألعاب للأحمد الأسبوع الجاي واش تبور جاي واش تبور جاي هو من ثلاث أشياء يجيك من الدر حلقة وخلصنا بس شوف فهد هي جايتك جايتك كيف أنت أخذها بسانة رأب ماك تحصل ولا يجيك الأسبوع الجاي كده يفتح لك عندي تصحيح ألعاب وانت ناس يا أصلا واش كنت أسبوع لفات بمثل الشيطاني بالدقيقة كده في الثانية كده طبعا تحية للمدير الكبير بمثل الشيطاني في خبر سريع في اللي الـ الـ من حقين هيلو بداية اللي أعلن سوى تيزر للعبة الجديدة حلو أعلانها بيكون 19 سبتمبر بظه مع مو سبتمبر أوغست مع مع المؤتقلات حق تجيب سكوم وهذا الشيء يعني فشي متحمس له بس متحمس له بتحفظ اي انا يعني هو هو كان ديزاينر يعني ظاهر أرتيستيك مو جيم ديزاين نفسه فما أدري بيكون اللعبة كان زي هيلو ولا لا بس ورونه تيزر كيه بس طيارة كيه تحسنه من العالم هيلو خلاص 19 وغس بيقيله يومين فبضب لسه نو نشوف ننتظر ونشوف طيب كانت هذه نهاية فقراتنا أخبار ألعاب الحين ننتقل الى هاشتاق ساستاق 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 طيب أول مشاركة عندنا من أندورمان لا تسألي ليش سميت نفسك ياخي اسمك رهيب ياخي أنا حجيك في تويتر رسالك اسمت نفسك كيف يقول هل تشوفون أن أغلبية ألعاب القصص الحين مليئة بالسبب أو الأشياء العيب اللي ما تقدر تتخطاها بدون سبب واللي يقدرون ما يحطوها فقط ليثبتون أنفسهم عند بعض الأجانب يشجعونهم لكن تنفر آخرين ماذا رأيكم؟ ها؟ دقيقة؟ اه 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 أنه مليانة ماشي الآن القصص صارت كلها مليانة أجندة يقول لك مليانة بلاس 18 ويقول زي ما تقول إنه ما لها أي معنى يعني تنحط اه شوف أنا ما أقول إنه أغلبية ألعاب القصص صراحة لكن يس في بعض الألعاب تنزل واضح إنه هي مليانة أجندة وأفكار ورسائل لا 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 قال إنه فيها سبسبة واحدة يعني سبسبة ويقول لك أشياء عب قال لك سبسبة وشيعب طب هذه تعتبر أجندة يا أخوان شفي كونت والله المهم فأنا لا أتفق صراحة صح إنه فيه ألعاب بس إنه ما صارت يعني ما أحطها تحت مصطلح إنه الغالب هيتخيل جيتي هي بدون سب مستحيل وتطلق يصر شي ثاني تماما بضبط لأنه على حسب الجو والله بس برضو أقدر أشوف أولفنستان وأشوف فيها سب مال أداعي اللي بس كلا نوح نزع فيهم بيها بس هذا اللي يعطي جو أولفنستان هو كان توجه يعني بس ما ضغطت يعني يبيلها وزنية على حسب اللعبة على حسب القصة وعلى حسب ذا بس أنا أولفنستان سيبخ خليها موجودة عاتي ما عندي مشكلة ما أشوف اللي تنفر منها فهو يعني يا أما ما هو متقبل الفكرة من الأساس عارف أو إنه مثل ما عندنا دبي مثال حي يعني شاف إنه الشي ما هو في مكانه محطوط صحفة أي بعض مرة تكون مومبونت شي كده يعني بالغصب يعني تحس إنه مرصوب عشان يطلعون الكاركتر كول الشي اللي لازم تعرفوا إنه كل شي موجود في الليبة ترابل غصب من أين بغصب إنه قصدينه من وبينه اوه هم حطوها عشان يسهون كده ايهم حط natuurlijk هم قصدينه هاي بعد الأم مقتدى هذا سؤالك عاجبني برأيكم كيف ضيعوا رواد الفضاء وقتهم وهم في رحلتهم إلى القبر قبل خمسين سنة ستي ما كان السويتش موجود أو ممكن أخذوا كونسول وشكلوه في القمر لا تقولوا لي ماكوا كهرباء في القمر كيف يضوي في الليل وأي لعبة تعتقدون لعبوه أعتقد أخذوا شيء كان موجود من زمان اسمه كي تاب كي تاب حلو حلو أو شو أجمهم أعتقد القيم بوي كان موجود في ذلك الفترة لا خاصي سنة لا ما في واحد طفشو نتندو أهلنا فيه اللي حطوه في الحرب على حكت حرب الخليج يبني راح الفالله ورجع برطوي ايه هذا قصدي هذا هو قصدي شكرا لك صادقي وحاط هو خمسين سنة لو سمعت مو بفردي أتوقع كانوا يلعبون 20 كوشتن اللي يشوف شيء يعني يقول انا شوف شيء الفضاء الفضاء القمر قوي مو بفردي مو بفردي مو بفردي مو بفردي فيزكس جديد سورال forum بعد ساعة عرفت اللي كورته همشي لا أو نتوي ريميك للجزء الثالث كيوامي ثري أول نا نادري التوقع الثنين ينفعون نفس اللحظة سبن بينفعك لانك خمسة وشرين اليوم تنزل ستة وشرين سبن سبن بتكون أحسن لانا الرادي الحين فيه جمهور جديد شي سمونا ياكوزا بعد كيوامي وان وثو سيكس وان وثو زير وان وثو شكرا نخبط معرفة فأحسنها بتبيع أكثر شي بس لازم يطورون شي جديد ولازم ترافكس جديد يعني أتوقع برضو ججمنت لو يمشون فيها أتوقع لو ججمنت يمشون فيها تراها جت لها موجة مدح جدا كبيرة فأتوقع انهم لو يبدون بالذات ججمنت الآن بدون مع جمهور جديد لو يمشون معها توقع بيكون من أفضل لهم ممكن برضو عبدالله السلام عليكم وعليكم سام كيف حالكم؟ خير الحمد الله هل راح تحضرون مع جيمس كوم؟ وهل راح تتكلمون عنه أو تنزلون عنه مقطع؟ ما راحنا نحضر جيمس كوم لا أعتقد في حد مننا بيسافر لكن أكيد وحنا نتكلم عنه أكيد في هذا الحلقة تكلمنا عن خبرين وفي هذا الخبار كلها من جيمس كوم البودكاست الجاي بيكون أضرب عن كيف حالكم عندنا عمر أو عمارة ما يمتكد بس توقع انه عمر سلام عليكم وعليكم سلام أول شي ما تكلمت عن لعبة صديقي بيجرو ولا عن فاير امبلم ثلاث شقق ثلاث شقق كنت عندك الموضوع وتكلمت عنها في البودكاست كنت تكلمت عنها ما كملت كثير وهل تشوفون هتصلح للجديدين على هذا النوع من الألعاب طقني وطقك جاي أر في جي ثاني سؤال وش ألعاب نزلت قبل البلاي سيشن 3 تنلعب في هذا الوقت ممتعة أو شي خلونا عن بيدرو وفاير امم ثلاث شقق ما يفرن بيدرو هل تصلح بالذات أنا أتكرني لعبتها بس لعبناها هل لعبناها بس ما جبنا طاريها هل هي مناسبة للناس هذي اللي هو الفاير املم فاير املم فاير املم أتوقع ماريو رابتز وهل الألعاب ممكن يكون انتري أحسن بالنسبة للتاكتكس اي اي اوكي مع أنه فاير املم حتى هذه شوي استراتيجي أكثر من أنها كمان يعني زي ميوتان تير زيرو وماريو رابتز لأنه عندك شخصيات مره كثير هذا هو غير أنه فاير املم هذي كمان فيها كثير أشياء سايد وعلاقات وسواليف وروح جيب ذا ورجع هنا اللي في منطق السكشن حق من اللعبة الجزء من اللعبة اللي تمشي فيه انت وفي الكثير هذي وتروح وتكلم هذا هذا بالنسبة لي رفع الضغطي خلاص تفشت 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 وانا قاعدة أمشي فارمبلون أبا خش بالمعارك والقصة ما أبا قاعدة أمشي ها روح عجيب وصيد سماك وبلبلبلبلبلبل وسوالف مع ذاك خلاص يلا فكني مباحثا مدخل يمكن ايه مباحثا مدخل يمكن ايه مباحثا مدخل مباحثا مدخل هذي توقع يبدأ بالأجزاء اللي نزلت من 3DS مثلا ايه لانه هذي تقريبا بس سواليف وخش وخش يعني ايه مو انه روح ورجع فيها شيء كثير سواليف ادخل معارك سواليف ادخل معارك اتوقع هذي ممكن يقول الأجزاء القبل ايه دخل احسن طيب ثاني سؤال ويش ألعاب نزلت قبل بلاستيشن 3 تنلعب في هذا الوقت ممتعة ماريو ألعاب ماريو سوف ماريو وورلد ألعاب ماريو ممكن انا شوفها جزائي ميجامان ايكس بولد كويسة ميجامان اتوقع مثلا ممكن بتلقير انا ودي ألعب سموغلوزرن تلعب ايه سموغلوزرن ما تعرفونها وش هي سموغلوزرن اه سموغلوزرن من اسمها انك تهرب اشياء اوكي اه يعطيك مكان في الماب تروح تاخد شيء وتوصمه في مكان ثاني في الماب فيها مولتي بلاير وفيها سنجل بلاير سنجل بلاير كان فيها قصة كشوي تطور تاخد سيارات ثانية وبعد المرات يجيونك شرطة يلحقونك وتحاول تسحب فيهم بس تحكوها مرة كان شاطح اللعبة المولتي بلاير مرة وناسة كنت تقدر تلعب اربعة مولتي بلاير قبل البلاي سيشن 3 بلاي سيشن 2 ايه اللوكل يعني قصد اوكي مولتي بلاير مولتي بلاير مولتي بلاير كنا نلعب وأجد مراكا حلوة بالواسطة هو كان ذات الحلقة فيه علعب جيتياي لقبل من جيتياي 3 فييس سيتي سان دريوس وفيه جيتياي لبيرتي سيتي ستوريز بعد موجودين كان على الجوال والآيباد تقتنزلهم بعد ينلعبون فيه جيكس حققت الجزء الأول يا أخي عليه والناين ارزخرا فيه جيكس جيكس الول 2D و 3D 2D سايدسكرول ما أحبهت أنا حبهت كان سايدسكرول كان نازل على جولد ستار 2D كان مراحل بس الـ 3D كان جامد برض حرام ليك نعم لأن أحبهت ذاكك بس حسنا حسنا عندنا إنجينير أسامة كيف تكسمون وقتكم بين الألعاب بين قسين التخاتيم والعاب الأونلاين والأفلام والإنمي والمسلسلات والدوام والنوم حرفيا أخوكم منك معاك حنا والله يشوف حبيب بالضبط ترى نحنا ماشيين بالبركة أنا أتكلم عن نفسي ماشي بالبركة فانا لو مبغى لعابها ماني قادر ألقى وقت أنا استقلت عشان يبدينا أتركك من ذول المهمة ما عندهم نشو اسمه تايم مانجمنتي شوف يا حزيزي أنا أنا شخص دوامي من ثمانية إلى خمس أرجع البيت حلو قل خمسة ونصة أكل راجع البيت عندي ساعة أشوف فيها حلقتين أنيمي ساعة أشوف فيها مسلسل طبعا 45 دقيقة إلى 50 دقيقة حسب المسلسل إذا طبعا فيه مسلسل أشوفه وساعتين ألعب فيها كذا ما يجي تسعة ونص عشر إنه خلاص مقفل على كل شيء طبعا فيه بعض الأيام اللي جيك يعني خلينا نقول حالة شاذة مثلا أنيمي رهيب مثلا قاعد أتابع حلقتين ثلاثة أربعة من اللي قادر أوقف فأسحى وسوي سكيب مثلا على حلقة مسلسل أو مسلسل رهيب فأوقف الأنيمي شوي فأتابع حلقتين مسلسل أحيانا ما يكون عندي ألعاب ألعبها فأقضي اليوم كله أنيمي ومسلسل أحيانا يكون عندي لعبة مهمة جدا فأسحب على الأنيمي فهي هذي هي خمسة الساعات اللي عندك هذي والساعة زي وانتبي استغلها صح أنا توزيعي ساعة ساعة ساعتين لعبة صلهم وسلم طبعا وبينهم الصلاة المغرب وصلاة العجر وخلاص تسعة ونص عشر خلاص اللي أنت مقفر على كل هاجر وقعد أخلص العاب وقعد أخلص انيميات وقعد أخلص بسلسلات أمور تمام صح أني مو بسقيل صح أني مو بسرعة الأخوان البقية لكن أنه في يعني طريقة مرضية نوعا ما شكرا لك الله يعافيك هلا والله كنت بتقول شيء طيب أوكي لسه أقوله أنا ما سمعت أنك تطلع مع أخيك يا أنا ما أطلع حتى أنا ما أستقيل برضو ما أطلع أنا ما أطلع مع أخيك أنا خصوصا وسط الأسبوع مستحيل أطلع مع أخيك نادر جدا برضو يعني خلنا نقول حالات شاذة مثلا في طلعة مهمة ولا في روحة ولا في مناسبة ممكن أطلعها وسط الأسبوع لكن إذا في حاجات ممكن تتأجر نهاية الأسبوع خليها نهاية الأسبوع أوكي نشكرك أنه في الواقع أنا ما عندي أحد سواء كنت في البيت مثلا صديق عندنا سوبتكا سبوتكا سوبتكا تحية للجميع ما سبب وجود صناعة تطوير ألعاب الفيديو في دول معينة دون غيرها مثلا ما قد تسمعنا عن مطورين ألعاب مشهورين من ألمانيا أو كوريا كوريا فيه كوريا كوريا نعم كوريا هتخطني بلاك ديزورت كوريا لاك ديزورت يا سلام عليك فيه اليك اللي كانت على ستيم كش اسمها؟ موشي آآicorn إييي حرصان مختلف لنحل OPومات ممثلينها موشي طيب موش الليعبة شوتر بس انها Puzzler شوتر بس Puzzler شوتر Puzzler ايي? اليد كذا Cubed لا على السوق والمنطقة سيارات بعد لش فيه دول هي اللي تصنع سيارات والدولة هذي معروفة بأنها زينة والدول الثانية لا كذلك التكنولوجيا في النهاية فيه مستثمرين هم يستثمرون في الصناعة هذي عندك هنا ما فيه ذاك مستثمرين نقدر نقول ضعيفة هي في المنطقة نتمنى أنها تصير أفضل لكن حتى الآن ضعيفة فهذا هو عندنا فهد عندنا فهد فلاسة 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 يسأل يقول EA Access يستاهل تشترك فيه وإذا اي وش فأيته EA Access حبيب انا شايف اللي هي ايش يسمى الاكس بوكس هذا ايش ايش يسمى الاكس بوكس ايش يسمى الاكس بوكس شاهري بيمكنك تجرب فيه جميع العاب الموجودة في المكتبة الخاصة بـ EA ترايل لا استحمل اللعبة كاملة وعندك ترايل على الألعاب اللي تنزل ايه اللي لسه بتنزل وإحنا انتك تلعبها قبل تنزل بثلث ايام اربع يام ويطونك عزل ساعات زي فيفا بعض الوقت بعد قبل بسبوع فااذا مهتم بألعابي ايه ممكن انا عن نفسي ما اشوف انه تستاهل ايه اكسس لانه ما في الموسوعة الموسوعة الكافية انك يخليك تشترك فيها بس في على البي سي عندهم اورجين اكسس عندهم اورجين بريميوم اورجين بريميوم على البي سي اغلى من العادي بس هذا له مواصفات احسن ويخليك انه الالعاب اللي تنزل حقة الاي اي اي تلعبها على طول لانه عندك الاشتراك هذا هو الاشتراك غالي شوي كم؟ مدري بس اذكر شفت الرقم كده يعني بحبحها و ايها تبسطك فأنا اشوف انه حق اكس باكس مره احسن اذا كان يحب الالعاب الرياضية ايه تلعب الالعاب اي 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 لكن اذا كنت تشتري فيفا بس يشتري فيفا كل مرة في السنة زي يعني مع كل اصدار ما يسوه معك صحيح فيصل على طاري كل اكل من وجهة نظري العاب الانيمي رأس مالية بحتة حيث انها تهتم للعبة في بداية نشأتها لكن اذا ما تسد الثغرة الاقتصادية للشركة او تحصل على المبلغ المطلوب يتم اهمال اللعبة او قد تكون اللعبة من البداية رديئة لذلك العاب الانيمي ما تنجح الا مند الرأي اتفق الى حد ما راح او انا مالية والله في الانيمي والله في العاب الانيمي لا في واحدة منهم كان على الجيم كيوب كانت مرة رهية او هي بديك كانت اول لعبة الظهر كانت كاميرا حقتها 3D لا ما كانت 3D اربع ضربون ايه ما كانت 3D لا هذي كانت على بلاستيشن تقصدها اجل لا لا على الجيم كيوب على الوي ممكن زي تيكن قصدك 3D لا 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 هذي نينجا ستوم على الوي هذي نينجا ستوم لا لا انا قاعد اتكلم كده كلاش اف نينجا كلاش اف نينجا اتوقع هي 3 حتى كان بس اتوقع نزلت عند الاستيشن اذا ما كانت غلطان او استيشن 2 نازلة عليه اذكره على الجيم كيوب والمهم ممكن ممكن مهنش كده طيب كالوريسن السلام عليكم عندي سؤال ما قد لقيت اجابته ليش لعبة ياكوزة حتى الان ما نزلها ريماستر الجزء الثالث والرابع والخامس ممكن في خطط ممكن وممكن نركزون عن مشاريع ثاني فما في شي واضح شوية صامت يعني كوامي وان ترى يا الله يا بحب الخشوم ونزلوها الوكولايزيشن ترى ياخذ وقت يعني تتكلم عن اللعبة جدا كبيرة كويس انهم قعيزوني يعني الوكولايزيشن تأكذ الآن وغير كده ترى اللعبة كبيرة احوارات كثيرة أداء صوتي محشي مليان ترى الجمهور حقها أول ما زالت يأكذكها مرة نيش مرة ناس قليلين اللي كانوا يلعبونها الناس اللي مهتمين بألعاب اليابانية يعني الأغلب ما كانوا يلعبها أنا ما كنت أعلم وجه يأكذ يأكذها أنا ما بدأنا نسمعها من سنتين طيب طيبا كل واحد تتكلم عن نفسه صحيح نقصد يعني لمصارت مينستريم مينستريم بالضبط يتكلم عن نفسه يوتيوب ساعدها خاصة الانفلونسر الانفلونسر اللي الموجودين حاليا أنا لسا عني فيها الكمين اللي سمعت عنها الانفلونسر اللي الحين موجودين الحين في يوتيوب أغلبهم كيميرز كانوا صغار ولعبوا الألعاب هذي وكبروا قاموا يتكلموان عنها وانتشرط صدق انتشرط ولانا ما كنت أعلمي عنها مرة اه شي اسمها احساس أوكي بندر يقول تتوقعون في ريمي كات جاي على الألعاب قديمة إذا فيه أذكروا بعض منها وإيش اللي تتمنونها عن نفسه عن نفسي يعني عن نفسه بندر يتمنى لعبة قاد هاند على البي اس 2 هو فيه ريكم اريماكات جاي اكيد جاي لعب قديمان احنا ابصم لكم على العشرة ريزدنت ايفل 3 نمسس هاوي ورا اللفة خلاص اصلا كابكم الان كادوا يتكلمون يقولون في عندهم مشروع ليسمونهم سفراء ريزدنت ايفل بدأ في اليابان والان وصل امريكا يقولون فيه لعبة جديدة ريزدنت ايفل يبون يجربونها اللعبين ففي بعض التوقعات ريزدنت ايفل نمسس معني انا ما اتوقع اتوقع على الجزء الجانبي فيه الجزء اللي نزل على البلاستيشن 2 وهو كان اونلاين اوتبريك 3 لا كان على 2 2 فيه جزء اونلاين نزل على البلاستيشن 2 الضار كان اسمه اوتبريك هذا ما كنت قلطانا هذا اللي اتوقع اللي هم قاعدين سويوا التست فيه ناس يقولون نمسس وناس يقولون ريزدنت ايفل 7 انا نقول هذا الجزء قاعدين سويوا لعبة والله الريميك ترى سهل انك تسوي يعني قصة جاهزة وكل شي بس انك تطور بس ايش العادة تتمنونها ترجع تصير ريميك وايش العادة تتمنونها ترجع تصير ريميك العاب ريميك انا ما افشي وحين ما ام جايف شايف باري خلاص حسناك استنزفت كل فيه اتنا ولا ودك تكرر انا اللي عرفني شخصيا بيدري ان انا قاعدة طالب بنير من زمان اوكي طيب ابغى ماريو سانجين او يا ابغى بورت لو بورت لا مو سانجين ابي غالكسي وغالكسي 2 غالكسي وغالكسي 2 هي اللي ملعبتها يا اخي سبحانه رو ما عجبتني حتى انا ما عجبتني بسواها اوكي طيب اه كف خلوة بس كده شارك اوكي سوبر احمد اهلين بالشباب كل عام منتم احسن بودكاست منت احسن بودكاست يقول لكم ناوي ابدأ في دستيني 2 ايش في نصائح حلوة اصبر لين اصبر لين دستيني لايت اي اكتبوا رواحدين دستينيت بتكون بلاش اصلا انت بس تحتاج تشتري شادو كيب خلصنا بالضبط ودور على خوي تاني اوكي استنى حتى احسن ما بشرط تدور خوي ممكن تلقالك كلان كويس نظيف يعني يشاركونك ويساعدونك اوكي عندنا اخ ها على ايدك انت ما عندك كلان ما عندك اخويا طب كويس اني وكلا ساعدك زي اوكي عندنا ابرة يقول لك العاب سوفتوير مع اني ما لعبت اللعبة الاخيرة لكن مثل دارك سورز و بلاد فورن تكون فيها قصص وشخصيات رهيبة بس تبغى تعرف ها روح اليوتيوب ما تحسون انه نقص بالعمل انه المفروض اشوف باللعبة بدل ما تكون تلميحات مكتوبة على سيوف وادوات معنا سؤال ويقولك انه سوفت انه العاب سوفتوير بذات دارك سورز هي فيها قصص متكاملة وتكون قصص عميقة ورهيبة لكن لازم تدقق في كل شي في اللعبة بس وان تقرأ معلومات عن السيف الفلاني هدا عن السيف الفلاني هذي وجهة نظر جميلة صراحة وحلو رأيه بس اه اخني كمير ف بس انه لا الجو حق دارك سورز يعني بالنسبة لي انا عشان تصير من جد دارك سورز انه لا الاسلحة لازم هي اللي يكون عليها دسكريبشن وهي الاشياء لانك انت قاعد داخل منطقة جدا غامضة فانت قاعد تعيش اللحظة مع شخصيتك هذه اللي انتقعت ستكشف نفس الوقت العالم هذا فهو يعني تخيل لو جات القصة كذا قدامك في دارك سورز الجو حق دارك سورز راح يروه طيب ببن اي احد عنده رأي ثاني ولا الغموض اللي يعطيك يا دارك سورز انا هو شف هو يمكن فاهم الموضوع غلط اولا دارك سورز تعطيه قصة وحدة واضحة وحتى يمكن تنشرح في الكاتسين الاساسي في البداية صحيح واضحة واضحة واش القصة واش المصيبة لي صحيح مولود من آشز وروح ولع النار بظهر هذي قصة اللي واضحة هذي هذي القصة الواضحة وانت لعب برضو ايش في قصة يعني برضو خلينا نقول اللي هي بعد القصة الاساسية في قصة واضحة ثانية انه عندك انت مثلا اشخاص معينة هم اللي كانوا مسويين راس البلا تذبحهم توصل للفاينال بوس بدين تكتشف للفاينال بوس هو اللي يبغى يطفي النار او يولع النار خاصة 3 كانت واضحة من احيان هذه ايه لا الاثرية وكانت واضحة برضو لانك كانت الخاتمة فكانت انت اريدي عندك الخلفية الكافية انك تفها مش قاعد يسير بس برضو يعني خلينا نقول دارك سوز وان دارك سوز وان انت عندك ملك اوكي كان يحمي النار فاجأ انقلب على الموضوع او انجن انهبل اوكي وعنده اربع حراس انت تذبح الاربع حراس تذبح الملك تولع النار من جديد تنقذ الحياة او تنقذ الدارك ايج هذا تمنع من انه يصير هذي القصة الاساسية تيجي انت عنده على الحاجات اللي هي التفاصيل وش فيك وش سالفة للبوس الاخير ليه وصل للمرحلة وهذا قصده طب هذي تفاصيل هو يقول قصة ناكصة القصة ما هي ناكصة لا مو هو انا اجيب لكها بطريقة ثانية اوكي اذا بجيب مثلا العاب الجي ار بي جي طيب العاب الجي ار بي جي عشان تكون يعني اوضح العاب الجي ار بي جي كل شي في المحادثات والمحادثات هذه غصب عم نكتري في طريقك عشان تفهم تفاصيل القصة بالضبط ايوه فهو قصده هو قصده في التفاصيل هذه يعني خلينا من القصة الواضحة زي ما قلت انت قصة دارك سولز الأولى يس لكن مثلا انت ذكرت نقطة جميلة قبل شوية لما قلت انه الزعيم الاخير انه لوزع النار على الاربا ايش معنى ذو الاربا اللي اختارهم فهمت قصدي فهو يقول لك في ناس يقول لك انا بعرف التفاصيل ليش اروح اليوتيوب ما تكون واضحة قدامي هي واضحة بس انت ما انت عارف تستفع شوف افهم خلينا نوضح شي اللي يصير في اليوتيوب هذا عبارة عن نظريات ناس قاعدت تقرأ لا 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 كلها كلها نظريات تقدر تروح لشخص ما تقدر تقول انه هذا صح حتى هو يجي يقول لك يقول لك انا جمعت واستنبط يعني كلها استنبطات وكلها تجميعات وشبك هذي وفهذي فأقول انا افترض انه هذا يقرب لهذا هذا يعرف هذا هذا كان مع هذا طيب انا ما ادري من اللقاء تناظرهم بس انا اقول لك روح شوف فاتي فيديو هو هذا اللي نتابع هذا الشخص هو نفسه يقول لا لا كل معلومة يقولها كي يمطلع لك الارمر او السلاح اللي يقول للمعلومة هالي فهذا شخص يعني يقدر يعطيك نظريات كلها باست عن فاتي فاتي خلينا نقول هو اكثر شخص او اقرب شخص هو اللي يشتغل على المحتوى اي وجمع معلومات ويعني خلينا نقول قريب من الحقيقة لكن ما في شي يقول لك انه اي صح هذه هي القصة اي حتى هم ما مبرضين يقولون لك حتى حتى هو حتى هو يشرح القصة يقول لك ماي اسومشنز افترضاتي فانشون انه انا قلت الشي هذا واذا الكلام هذا صحيح معناها كذا 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 فهذه كلها فاريات فباستون كده بس انه ماهي القصة هو فكرة ميزاكي انه انت ترجم القصة براسك انت تجمع اوكي لك التفسير بذات هاي طريقة مرة حلوة اي هاي حلوة تحاول تستكشف قصة اشياء غير كذا لانه العالم برضو انت تقول مثلا في الالعاب الاربيجي الثاني اللي فيه ناس يسولفون لك يقول لك القصة انت في عالم اساسا اريدي واضح انه هو منتي ما في احد فما راح يقدر يزود لك شخصيات كثيرة تشرح لك السال فعوضا عن ذلك قاعد يحط لك اغراض اوكي انت اخذها وفيها المعلومات هذه اللي انت تحتاجها فتقرأها كأنها هي المحادثة اللي انت معها هو بس سؤاله هو هذا السؤال عشان دي حين تفهمه يقول لك ما تحسون انه نقص بالعمل انه لازم اشوف العرض بدل ما اشوف يوتيوب انه ما هو نقص الشي موجود لا النقص بالعمل مو من المطور من اللاعب هنا انه ما يلقى انه ما يلقى القصة صحيح هنا السالفة انت لازم تبحث زيادة وتعب نفسك عشان تعمل ويصير فهد بدل ما يلعب ساعتين يصير يلعب اربع ساعات ويكزل حلقة المسلسل ويتفرج عني حلقتين هلا ما اقصد اذا كذا اوكي انا من الناس انا من الناس اللي اخذ القصة الاساسية اللي وصلت لي المفهومة اللي وصل لي اياها اللعبة وفعلا التفاصيل هذي احتنا نباتي نزل مقطع بعدين ايش انا حتى دستنيا اروح للواحد وارضو اي فمجد انا ما عندي الوقت ولا عندي الجوتف بس انه مو معناها انه هذا عيب في اللعبة قل والله اللعبة ناكسة ما هي قاعدة اعطيني قصة كاملة لا انا عيب فيني انا اللي ما عندي وقت انه ادور على القصة كاملة بس اوكي وجد نظر جميلة وكان هذي اخو مشاركة عندنا نعم في الاسلاح في هاشتاج ألعاب قبل ما طبعا طبعا هذي كانت الفقرة الاخيرة وقبل ما نختم نبغى نذكركم بس ببودكاست الكورة معنا رجعوا الشباب ورجعت الكورة بس انا قاعد تابع تنس راح تلقوا حساباتهم فوق هنا عندنا في مكان ما وكذلك لا تنسوا تتابعون تويتش ألعاب ألعاب لايف A-L-A-A-B توقعوا بثلثات الاسبوع هذا ان شاء الله اي ان شاء الله راح تكون شو اسموا فيه بوتوث بوتوث هات طبعا برضو تلقونها في مكان ما هنا كذلك لا تنسوا تتابعوا جميل جيمي مارو على التويتر وكذلك على تويتش J-E-M-I-M-A-R-U هذه بالنسبة للناس اللي يسمعونا ما اللي يتابعونا هترقوها في مكان ما هنا هو على الجسار هناك هناك وأخيرا Comic Pod برضو هو بودكاست متخصص يتكلم عن الكوميكس والأعتقد الأفلام أي شيء ما يتعلق بالكوميك من العاب وأفلام ومسلسلات الله الله وكما راح تلقون أنا شو اسموا لهذا خلاص ما احتاجت خلاص خلاص قالت مكالمة نخلي نكمل خلاص لأن أحمد زعلان علي فأنا بغطيهم وقت أنه يحطون أي حاجة يسأل عليهم مع أنه كان كويس اللي سواه ما كي يحتاج الفيلم اللي سواه ويد شفت؟ الله يسامح الله يسامح أحمد الكبير وكذلك لا تنسوا اللي يسمعنا الجميل اللطيف اللي يسمعنا ووصل للمرحلة هذه لا تنسوا تقييمنا على الآي تونز بأي تقييم تشوفوا أنت مناسب ويرضيك إذا تحس أننا قدمنا لك فايدة فالخمسة نجوم ترى يعني جميلة إنت كريم وإحنا نستاهل وإذا حسيت أننا نحن سامجين ونضحك واجد وما أنا داعي قاعد يسكنا بنجمة ما عندك مشكلة نتقبلها بصدر بحر لا 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 تحط شي مشي طب لا لا أهم شي قيم لا لا ما عليك منه قيم 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 بدمه وغمير ما عليك أجلد أجلد يوحش أول ما تشوف نجمة وحدك كذا تبت حطها تذكر لا 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 خلاه براسك طيب ممكن قيم الحلقة قبل ما يوصل هذا لا 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 ما عليك الليلة بترجع في الزمن لا 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 طيب ومس يعطيكم العافية شباب نشكركم على وقتكم ونشكركم كذلك أنتوا على المتابعة والمشاهدة أتمنى لكم استمتعتوا إلى هنا شوفكم في بودكاست قادم و Peace Peace out 8-10 2-2 2-2 2-2